بحر الدين حاكيموف لن يعود إلى روسيا فهذا الضابط السوفيتي السابق الذي اعتقل في أفغانستان قبل ثلاثين عاما اعتنق مبادئ أعدائه وانتقل للعيش في وسطهم حتى أنه بات يعمل حاليا حارسا لمتحف هيرات الذي يمجد نصرهم على الجيش الأحمر وقد تخط بحر الدين واسمه حاليا الشيخ عبدالله سن الخمسين وأصبح رجلا ذا لحية رمادية يضع نظرات ويعتمر كبعة تقليدية أفغانية كان الشيخ عبدالله جنديا روسيا قبل اعتقاله أصيب وتعافى ليعتنق بعد ذلك الإسلام وكان الشيخ عبدالله وصل إلى أفغانستان حاملا سلاحه كضابط في جهاز الاستخبارات العسكرية للجيش السوفيتي وفي العام 1985 أصيب في رأسه على أرض المعركة ويعود الفضل بنجاته للمعسكر المقابل من الأفغان الذين احتضنوه وعالجوه وبعدما استفق من الغيبوبة كان غالبية رفاقه في الجيش السوفيتي قد قتلوا أو فروا فبقي وحيدا وسط المقاومين الأفغان أنا باقن هنا في خدمة المجاهدين للتعويض عن الأضرار والأعمال الوحشية التي اقترفتها رغم كل ذلك ما زالوا يخدمونني ويروي القائد الحربي السابق أن عائلته طلبت منه مرارا الالتحاق بها في موسكو لكنه رفض فالشيخ عبدالله لا يتذكر من اللغة الروسية إلا القليل وهو يقول أنا أفغاني حاليا وبعد وفاتي أريد أن أدفن في هذا المتحف مرحبا شكرا مرحبا شكرا